نحن في الألعاب الفائردية مميزين في الألعاب النزالية مميزين في الألعاب رفع الأسقال طبعا هو حد سوالحرج 14 ميدالية أولمبية المصر فيه رفع الأسقال فرفع الأسقال من الأوناشو المصرية نحن نقدر نقول أنه أكثر الاتحادات قوة ومنافسة طبعا الربعين المصريين بينظر لهم باحترام كبير جدا على المستوى العالمي أرقامنا دايما هي من الأرقام العظيمة اللي بنحققها بين بداية سيد نصير فيه أمستردام في 2020 وأول ميدالية زهبية في تاريخ العرب وأفريقيا كانت عن طريقه فإحنا دايما ماشيين في القطاع ده بشكل كويس كنت هتقول حاجة على كرام جابر قلت أنه إحنا مش في ريال أشرف بس كرام جابر إحنا بنعتبرها هي ليه؟ عشان خاطر إحنا المصارعة موجودة خلاص الكاراتي مش موجود فيه برضو حتة إنه هو أنه أنه في الألعاب أنت مميز فيها مش موجودة زي السكواش زي الكاراتي أنت عندك الكاراتي حضرتك موجود فيه ثلاثة أو أربع لعبين تصنيف أول عالمي فإن لو أنا موجود ومكمل أكيد هجيب ميداليات إحنا في توكيو جبنا ميداليتين في الكاراتي وكنا قريبين من الثالثة فدي مش حاجة كانت يعني قليلة فدي بتبقى حاجة أنت تتحرم منها يعني حاجة بتبقى صعبة بتشكل عليك ضغط بعد كده في الجدول العام في الترتيب الميداليات ده بيفرق طيب كلمنا عن التأديف والمركز الخامس اللي حققوا أحمد خالد داتيتو ومحمد علي التجديف من الرياضات اللي احنا بنقول عليها إن هي يعني لسه برضو محتاجة سنوات عشان ننافس قبل ما نتكلم عنه النهاردة عبدالخلق البنة هيلعب في دور ربع النهائي في التصفية بتاعته قدامه فرصة طبعاً إن هو يحقق إنجاز جديد لمصر في الرياضة التجديف ولكن التجديف من الألعاب اللي احنا برضو مش بنعاول عليها في الميداليات ولكن المشاركة وإن أنا أعلى بيها في الرتم بعد كده إن الرياضة دي أنافس فيها فيما قادم أو فيما هو قادم يعني ده اللي احنا بنشارك بيه دلوقت ولازم الناس تفرق ما بين رياضة أنا داخل أنا نفس فيها ما بين رياضة أنا داخل عايز احتكاك وعايز أطور مستوى ما بين رياضة أنا بعدي فيها جيل جديد وفيه أجيال مثلاً زي الفولي في الألعاب الجمعية مثلاً بيحصل فيه إحلال وتجديد حالياً الفولي خسرنا مبرح قدام الدنمارك لا سوري ده اليد ده الهاندبول الهاندبول طبعاً لا المستوى مبرح 27-30 مش مش حاجة وحشة برضو النتيجة هايز أقول حكاً فرنسا صاحبة الميدالية الزهبية في أولمبياد توكيو خسرت مبرح من النرويج يعني على أرضها الأولمبياد عندها فخسرت مبرح وقبلها خسرت من الدنمارك ده بيبقى إيه السبب يعني تخطيط ولا فيه جزء حظ كده بالنسبة لينا ولا بالنسبة إحنا وغيرنا لا بالنسبة لينا الاتحاد المصري للكورت اليد بصراحة هو ماشي بخطة سابتة بعد الإسباني باروندو جاب إخوان كارلوس باستوري المدير الفني الحالي ده المدرس بتاعه يعني باروندو والتلميذ فأنا بعلى فأنا وصلت المستوى حلو جداً فيه بطولة العالم عشرين واحد عشرين اللي قيمت طبعاً في مصر صحيح إحنا محققين كويس في المصر بالضبط وبعدين أنا بطل أفريقيا ومعايا جيل يضم مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم اشتركوا في القناة